السلام عليكم معاكم ده هانتر فيديو جديد فيديو هيخليك توصل لأقصى أداء من كارت الشاشة بتاعك في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعلمك ازاي تكسر السرعة بتاعة كارت الشاشة خليك معانا وامتابعنا علشان تعرف ازاي وما تتعلمش من حد تاني برا علشان كلهم مش هيعلموك زاي ده هانتر خليك معايا جاهزين لكسر السرعة خليكوا معايا اول حاجتين تنزلوهم دلوقتي اول ما تبدأوا تتفرجوا على الفيديو ده حاجتين مهمين جدا اول حاجة برنامج اسمه في منكم ممكن يكون عارفو في منكم مش عارفو للي عارفو او مش عارفو اللينك في تقدر تدخل وتعملو داونلود تاني حاجة بنزلها حاجة اسمها دي عبارة عن ديمو زي جيم او زي كده بتمشي بتوريك الكارت بتاعك وصل لحد فين وهنا دي النقطة التانية المهمة بتاعتنا طيب نزلنا اللي اتنين وجاهزين معايا يلا نشوف على الشاشة طيب زي ما انتو شايفين بقى هو قدامنا عندنا فتحها الناحية دي والناحية التانية وطبعا انا بحب ارشح دايما قبل ما تكسر سرعة الكارت بتاعك ان انت تروح على وتقيس الفريمات الحالية بتاعت الكارت بتاعك وتقيس الاداء بتاعه قبل ما تكسر سرعته وده علشان لما تكسر سرعته تعرف هل فعلا كان فيه فايدة من كسر السرعة اللي انت عملته ولا لا بتاعتنا هنا كل اللي انا بعمله بدوس على بيعمل بسيط بعد بيفتح لك شاشة فيها زي ما انت شايف كده شيء جميل كده غبات وحركات اول حاجة تعملها بعد الغبات والحركات دي بتدوس على كلمة بنش مارك اللي فوق هنا بيبدأ يعملك بنش مارك لو ملاحظ هنا بيقولك فيه عدد 18 سين بتسيبوا يعملهم كلهم مرة واحدة انا هنا بعمل على الكارت بتاعي اللي هو ارتي اكس عشرين سبعين سوفر وسايبوا يعمل بنش مارك ولما يخلص التمنتاشر سين بيديك الاداء بتاع الكارت بتاعك وتقدر تشوفه انا هخليه شغال وبرجع لكم بعد ما يخلص بعد ما بتخلص بتاعك بيطلع لك بعض البيانات بالشكل ده اللي بيهمك فيها هو او اعدد الفريمات اللي وصله الكارت بتاعك وهنا انا وصل عندي ل 258 نقدر نقول 259 فريم طبعا ده او العادي اللي الاداء بتاع الكارت بتاع العادي بيدهوني على الالترا في البنش مارك اللي انا عملته حابب برضو اوضح نقطة تانية عشان سامع واحد من بعيد بيقول انت كده هتطلعنا برا الضمان حابب اقول لك ان انت لما بتكسر سرعة الجي بيو بتاعك من خلال البرامج زي الام اس اي افتر بيرنر حضرتك لسه جوه الضمان مفيش اي مشكلة فما تخافش من اي حاجة وجمد قلبك وابدأ معايا في الفيديو واكسر السرعة واستخدم افضل اداة واقوى اداة اللي الكارت بتاعك يقدر يدهولك اللي بيضيع الضمان هو كسر سرعة البروسيسور والرامات لانها بتكون من خلال البيوس ودي اللي بتكون وبتبان للشركات المصنعة في حالة حدوس اي خطأ للبروسيسور او الرامات بتاعتك انا هنا بقى خلصت بتاعي دي اول مرحلة انا عملتها بتاعة الكارت بتاعي دلوقتي هدخل بقى المرحلة التانية وركز معايا اوي اول حاجة تيجي تعملها هتروح عن دل باور لمت وترفحهم لفوق دي اول خطوة وبعد ما ترفحهم لفوق حتدوس على علامة الصح اللي تحت كده انت تمام اه سامع واحد بيقول تمانية وتمانين انا كارتي هيولع ولا هيولع ولا حاجة كارتك في بتاعته في معين اذا وصل لها هيوقف لوحدك مش هيولع ولا حاجة ما تقلقش جمد قلبك طيب النقطة التانية عندي الكور كلاك اعمل ايه في الكور كلاك هنا نصحتي اللي عندهم جي تي اكس ياريت يرفع الصفر ده بمعدل العشرين يعني يمشي عشرين اربعين ستين وطبعا يقعد يجرب كل مرة مع كل مرة بيعملها لغاية ما الكارت بتاعه يقف معاه يهنج اول ما الكارت بتاعه يقف معاه يهنج ينزل تحت بمعدل خمسة مش بمعدل عشرين وهنشوف مع بعض جماعة الارتي اكس يعملوا ايه يطلعوا بمعدل الستين يعني يمشي الستين ومضعفاتها يعني يبدأ هنا ستين مية وعشرين مية وتمانين وهكذا طيب احنا هنا بما ان الكارت بتاعنا ارتي اكس عشرين سبعين سوبر فاحنا هنمشي بالستين ومعدلاتها هنيجي هنا احط في الصفر ده ستين وندوس انتر ونيجي على معلامة الصحة وندوس تمام كده احنا رفعنا للستين واعتقد الكارت بتاعنا يقبل اكتر من الستين ولكن هنا هنبدأ بالخطوة التانية بتاعتنا بما ان احنا بدأنا نرفع في هننزل على بتاعنا. هنيجي بدل ما هي اوتو. هتضغط على علامة الاوتو. هيفتح لك المانيول. انت هنا بتحدد ترفع المروحة بتاعتك لايه? انا هنا برشح نخليها على الخمسة وسبعين. وده لان هي لو رفعتها على التمانين خمسة وتمانين هتبدأ تسمع صوت عالي جدا من المراوح بتاعة كارت الشاشة بتاعك. وتدوس علامة الصحي. انا بدأ عندي يطلع صوت من المراوح ولكن هينزل واحدة واحدة وفعلا نزل خلاص. هرجع تاني على الستين هرفحها لمية وعشرين. هنا بقت عندي مية وعشرين. وبعدين بدوس علامة الصحي. جي على تاني بتاعي واقول له زي ما احنا شايفين هنا انا ده اللي عملته طلع عندي او الفريم بتاعي الامتين اتنين وستين فريم. ده المكسيمم فريم بتاعي برضو على الكواليتي الالترا. نرجع تاني بتاعنا لو ملاحظين انا ما باجيش نحية الميموري كلوك خالص دلوقتي وهي هتكون الخطوة الاخيرة بتاعتي بعد ما اخلص الكور كلوك برجع على الميموري كلوك. يعني لو اول ما ان الكارت بتاعي وقف خلاص مش عايز يشتغل ندخل في الميموري كلوك بعد ما ازبط الكور كلوك وتأكد ان ده الرقم اللي الكارت بتاعي شغال فيه بكفاءة من غير اي تهنيج او من غير ما يقف في اي وقت من الاوقات. انا هنا هقدر ازود بصراحة مش هقدر ازود عشرين ستين كمان هزود عشرين بس لان انا قردي عملت تستقبل كده فانا هوصل للمية واربعين. المية واربعين وبرضه هدوس اوكي. وبرضه هرجع على البنشمارك واعمل هنا على البنشمارك ده اه طلع لي عدد الفريمات متين تمانية وخمسين ونص وهو اقل من المية وعشرين ده معنا ان الكارت بتاعي كان بيعافر او بيعاني شوية على المية واربعين. بس لسه انا معلتش الميموري بتاعة الكارت بتاعي فانا هخلي برضه ان المية واربعين هي احدى اللي عندي اللي هشتغل عليها في الميموري بتاعي. انا طبعا في خارج الفيديو علشان الفيديو طبعا ما يفصلش مني. طبعا اجربت اطلع على المية وستين والمية وخمسين والكارت بتاعي حصل فيه كراش او توقف تماما وبالتالي كان اخر لمت اقدر اوصله هو المية واربعين. زي ما انتم شايفين كده انا وصلت الاخر لمت عندي في الكور اللي هو المية واربعين. وبالتالي مش هقدر ازود عن كده علشان ما يحصلش كراش في الكارت بتاعي او الشاشة ما تقفش مني. هاجي هنا ابدأ بقى على المرحلة الاخيرة وهي الميموري بتاعتي. طبعا الميموري هنا انا برشح ان انت تزود بالخمسمية. الميموري ما فيهاش اي مشكلة ان انت تزود بالخمسمية. انا هنا هزود خمسمية وادوس انتر واقول له او كي او جو اهيد. وبرضه هتعمل رن وبنشمار سريع وتشوف النتائج بتاعتك. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ان المكسيمم فريمات عندي متين سبعة وستين فاصل تلاتة وده طبعا اعلى من المية وعشرين كمان من غير ما زودت الميموري. انا هنا على المية واربعين وزودت الميموري بتاعي خمسمية. طبعا عدد الفريمات بقى فيه فروق واضحة جدا عن البداية بتاعتي بالحالة الحالية. لسه معايا حتة كده سيكا كده ممكن ازودها في الميموري. هزودها دلوقتي ونشوف مع بعض عدد الفريمات هيكون ايه. حاجة عندي على الام اس اي افتر بيرنر تاني هزود الخمسمية دي هخليها الف هزود خمسمية كمان. وادوس انتر واقول له جو اهد. ونعمل البنشمارك بتاعنا. زي ما احنا شايفين البنشمارك بتاعنا نتيجته طلعت هايلة جدا وتقريبا تقريبا بزيادة عشر فريمات عن البنشمارك على الميموري خمسمية وكور مية واربعين. هنا كور مية واربعين وميموري الف. طبعا انا بما اني عملت التست قبل كده لما تعديت الالف الكارت بتاعي حصل فيه كراش. يبقى انا الاخر بتاعي هو مية واربعين على ميموري الف. اي زيادة عن كده الكارت بتاعي بيهنج وبيوقف وما بيقدرش يكمل معايا. وبالتالي دي احسن سيتنج انا ممكن اوصل لها. كده انت تعتبر خلصت كسر سرعة كارت الشاشة بتاعك بان هي دي الاعدادات اللي بتديك افضل اداء للكارت بتاعك وهتديك طبعا اعلى فريمات هتحس بيها اثناء اللعب. وطبعا المشكلة اللي ممكن تواجهك هل انت مع كل ريستارت للجهاز او مع كل تشغيل للجهاز محتاج تحط الاعدادات دي بشكل يدوي كل مرة تفتح فيها الجهاز. هنا الاجابة بتكون لا. في ميزة هو انك تقدر تحتفظ بالاعدادات دي عليه من خلال انك بتيجي هنا على العلامة بتاعة الحفز بتدوس عليها بتلاقي الارقام اللي عندك دي نورت بتختار رقم معين وليكن رقم اربعة بدوس عليها بيقول لي انه تم حفز الاعدادات. كده انت بمجرد ما تيجي تفتح الجهاز بتاعك بتفتح بتاعك بتدوس على رقم اربعة وتدوس صح هو بيجيب الاعدادات اوتوماتيك وبتبدأ بتلعب براحتك من خلال اعلى كفاءة في كارت الشاشة بتاعك. خلونا نشوف بقى الفيجرز بتاعتنا كانت طالعة ازاي باسيب معها فارجوا عليها شوفوا كده الف بي اس بتاعي والفريمات وصلت ازاي? اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نهاية الفيديو بتاعنا اتمنى تكون كسر السرعة بتاعت كارت الشاشة واضحت ليكم كلكم وانكم تجربوها وبامان وطبعا في عوامل بتأثر على عدد الفريمات زي البروسيسور القوي لو عندك بروسيسور قوي بجانب كارت شاشة كويس اكيد الفريمات بتاعتك بتكون احسن وبتعلق احسن واحسن اتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وطبعا لما تجربوه قلونا رأيكم في الكومنتات وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب لكل جديد لان دعموكم مهم شكرا لكم جدا واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة